وخليني في البداية أقرأ من بشارة متى في الإنجيل المقدس ورح أقرأ بعض الآيات كخلفية للموضوع اللي عاوز أشارك فيه اليوم بشارة متى الإصحاح الأول والآية الأولى مكتوب كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم في آية 16 من نفس الإصحاح مكتوب ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح في آية 18 أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلة من الروح القدس فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطياهم وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب النبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونا اسمه عما نئيل الذي تفسيره الله معنا ربنا يبارك كلمته لما سمعنا وعلى حياتنا أحبائي من هذه القراءة خليني أبتدي في بعض الملحوظات متى واحد من تلاميذ المسيح الاثني عشر تقابل مع يسوع في كفر نحوم ومتى كان جابي للضرائب وقال له يسوع اتبعني وبالطبع ترك كل شيء وتابع يسوع المسيح الملحوظة الثانية أنه بشارة متى تعتبر الجسر الذي يربط العهدين العهد القديم والعهد الجديد آخر نبوة أو آخر نبي في العهد القديم كان النبي ملاخي وبعده انقطع الوحي يعني أقصد الكتابة من كلمة الله 450 سنة وطبعا اليهود كانوا موجودين في أرض فلسطين وكان اللي بيحكم البلاد الإمبراطورية الرومنية وكانت اللغة السائدة اللغة اليونانية اللغة الرسمية وكان الخلفية اليهودية أقصد أنه اليهود كان في هيكل كان في ذبائح كان في عهود اشتراع كان يمرسل أعياد وكل هذه الأمور وكانوا ينتظرون المسيح أي المسيح فبشارة متى تعتبر الجسر اللي ربطت بين العهدين شيء ثالث بشارة متى تظهر شرعية ومصداقية يسوع المسيح فالبشير متى يكتب لليهود المعاصرين اللي كانوا بيتوقعوا مجيء المسيح وعندما ابتدأ ابتدأ بسلسلة الأنسال أو الأنساب أي سلسلة نسب المسيح خلفية المسيح حتى يظهر لنا الشرعية ولاحظ الآية الأولى اللي قرأتها في الآية الأولى كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم وبعدين بيتكلم سلسلة النسب الملوكي أو الملكي من شخص لشخص حتى وصل في آية 16 مكتوبة ويعقوب ولد يوسف رجل مريم والشيء المتعارف في سلسلة الأنسال أحياناً بيذكر اسم الأب أو أحياناً اسم الجد بحسب الشهرة وبحسب الخلفية لكن هذا الشيء متعارف عليه ومشهور عند اليهود لكن عم بوصلنا البشير متى لحقيقة مهمة جداً ويوسف رجل مريم لاحظ مش ولده ولده لا التي ولده منها يسوع الذي يدعى المسيح وبعدين بيقسم كل هذه السلسلة إلى 14 جيل ثلاث مرات والكلمة يعني رقم 14 في اللغة العبرية هي نفس كلمة داود اللي هي دافيد باللغة العبرية ثلاث أحرف واللي هي عبارة عن رقم 14 رقم الكمال المضاعف فإذن البشير متى عم بيكتب لمجتمع فاهم عم بينتظر عم بيتوقع من خلال النبوات مجيء المسيح مجيء المسيح وبيتكلم عن المصداقية والشرعية في هذا الموضوع أنه قد تم وجاء المخلص ثم بعد هذه الخلفية بيرجع بقول أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا عم بيحاول يكلم الناس فإذن سلسلة الأنسال شيء متعارف عليه بتشوف مثلا في سفر التكوين إصحاح خمسة في سفر التكوين إصحاح دعش بتشوف هذه السلسلة في أخبار الأيام وبتشوفها في سفر نحمية وفي سفر عزرة وهنا في بشارة متى حتى يربط كل هذه الأسماء بمجيء المسيح يسوع وبتشوفها أيضا في بشارة لوقة يعني مثل ما بيتكلم الكتاب المقدس عن يسوع عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات بيسوع المسيح ربنا في روميا الإصحاح الأول فربط كل هذه المعلومات حتى يوضح لليهود أنه الشخص اللي رح يولد في بيت لحم هو ابن داود تتميم لنبوات هو يدعى المسيح أي الممسوح من الله المخلص الملك وهذا تم في شخص يسوع وهكذا طريقة الولادة طبعا بيكمل من آية 18 ابقوا معي سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة